نعم السؤال الآخر أيضا من محمد يونيس يقول هل يجوز صيام العشر كلها أم يوم الوقوف بعرفة فقط ونسألكم صالح الدعاء وفقه الله وحفظه بالنسبة للصيام مشروع أن يصوم الإنسان العشر كلها وما شاء منها وفي حديث عائشة في صحيح مسلم أنها ما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام عشر الحجة ولكن حمل العلماء ذلك على أن المقصود إذا كان حاجا أنه لم يفعل ذلك وهو حاج فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصوم في الحج وأما في غير الحج فقد ثبت في حديث حفصة من المؤمنين وفي حديث بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه لم يترك صيام عشر الحجة ولم يترك صيام عشر وراء ولم يترك ركعتين الفجر فهذه ثلاث أمور كان يواظب عليها صلى الله عليه وسلم لذلك يشرع الإنسان أن يصوم هذه العشرة أو ما استطاع منها أو ما تيسر له بالطبع اليوم العشر هو يوم العيد فليس فيه صيام يعني أنتهي الصيام بيوم عرفة يوم التأسع يوم العيد ليس فيه صيام لكن هذه العشر مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان فرمضان يكتب ثلاثين يوما ولو كانت تسعة وعشرين يوما وعشر ذي الحجة هي مكتوبة عشرا ولو كانت تسعا لأن يوم العيد لا يحل صومه لكن مع ذلك هي مكتوبة عشرا في الأجر شهر عشرا